السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد لوقاتكم أصدقائي إن شاء الله دائما بتكونوا بخير اليوم إن شاء الله افتتحت سلسلة جديدة من تعلم اللغة الفرنسية ولكن هتكون من المستويات A2 B1 و B2 C1 طبعا هي أكتر شي أكتر شي المستويين B1 و B2 ولكن جماعة A2 يعني بتفيدون كثير لحتى يدروا إنه يطلعوا شوي شوي على B1 وفي ناس بجماعة C1 في البعض منهم وصل للC1 وهو ما عنده فكرة كثير على موضوع السلسلة هاي لأنا لحشرح عنا هلأ يعني شو بدي أحكي بالضبط باللغة الفرنسية أصدقائي وبكل لغة بالعالم باللغة العربية والفرنسية في شي اسمه تعابير يعني في شي اسمه تعابير أو عبارات منها ومن الأولى نحنا بقول باللغة الفرنسية Les expressions français يعني التعابير الفرنسية شو يعني هاي التعابير الفرنسية بكل بساطة لحاطيكم مثال على السريع عربي لحتى فهمكم هو شو بالضبط مثلا مثل ما نقول نحنا باللغة العربية نحكي مثلا ببعضنا بالذات بسوريا منحكيه كتير منه هداك إيدو طايلة طيب شو مثلا هاد إيدو طايلة هيك ما في شي اسمه باللغة العربية انه هاد إيدو طايلة إذا واحد أجنبي لنالو انه هاد إيدو طايلة ما هيعرف لو بيعافي يحكي عربي ما هيفهم هو هذا التعابير يقصد في معنى آخر وهي هي فكرة expression français يعني الفكرة دا بعيدة إحنا بنحكي جملة باللغة الفرنسية إذا بتحطوها على المترجم بطلع معناها ممفهوم وممعروف بس إذا غالبها ممعروف ولكن هي بيكون مقصود فيها معنى آخر وإن شاء الله لح نبدأ اليوم بالتعبير رقم واحد ولح تفهموا علي عن شو عم بحكي بس نبلش بالمثال ولكن تنوي بسيط أنه أنا لح أكون عامل حوار ولح أحكي أنا مثل عن شخصيتين أو ثلاث شخصيات على حسب التعبير شو بيكلفني حط شخصيات ولح أنا أسرد القصة باللغة الفرنسية طبعا لأنه هي بالمستويات المتقدمة لهيك لح يكون من السهل عليكم أنه تفهم وأنا شو عم بحكي وأنا لح حاول أحكيها على يعني عيدها مرتين المرة الأولى حتكون شوي سريعة والمرة التانية حتكون أبطأ لحتى اللي ما فهم أول مرة بيفهم المرة بالمرة التانية اللفظ طريقة اللفظ وطريقة الحوار مع اثنين مثلا بين بعضهم ولا تنسوا إنه نحنا بالنهاية معنا فرنسيين قد ما حاولنا إنه نظبط اللكنة ما حتطلع مثل الفرنسي اللي خلقان هون في فرنسا وهلا بسم الله والتكن على رب العالمين شونتي كومين كاسخول شونتي كومين كاسخول يعني إنه الغناء مثل الطنجرة وعاء يعني أو طنجرة إلى آخره طبعا هون في عندي صورة توضيحية وهلا نحن نشرح شوي يعني هاي هلا بترجم إذا حتطول بالمترجم بتطلع معكم إنه الغناء مثل الطنجرة مثل ما يكون شافين الطنجرة لما بتدقبل حيث بتطلع أصوات مزعجة طبعا هلا نحن نحط تعريف التعبير الجملة التعبيرية أو العبارة يعني نحن نستخدم نستخدم التعبير هاد لما شخص بيغني بشكل مزعج لما بيكون صوته مثل صوت الجاروشة يعني إلى آخره وهلا إن شاء الله نحن نبدأ بالحوار بين الشخص الشخصتين ونحن نحن نحكي بالشخصتين لحاول يعني مثل الشخصتين بسم الله تك reducing my brain بسم الله تك أن العلا الله نيستخدم اليهل zust أنا ماضي لماذا؟ لماذا؟ تعلم في سوق اكتبية اكتبية بي بدنا أنا أثبات المترجم للجمال انا مالادي مالادي اخبرني ماذا تريد أن تشعر؟ لا لا أريد أن تشعر مالا لماذا؟ لأنك تشعر كمي كاسرول فقط الآن نريد الترجمة لقد أغني أخبرني لقد أخبرت أخبرك اخبرني ماذا تقول لك؟ من طلب منك تغني؟ لقد أخبرت أخبرك أنا أحاول أن أظن أن أصابك موهبتي لقد أخبرني بسيطة تغني كم الطنجرة نحن نقول أنه صوتك كم الصوت الجاروشي ما فعف انتو يعني كل واحد بقى شو بيحكي بس به المعنى هاد يعني يوم بإذن الله تعالى خلصنا الدرس الاول ان شاء الله تكون الطريقة او الاسلوب عجبكم ازا عنكن اقتراحات يعني فيكنت تتواصل معي عن طريق الايميل او عن طريق التعليقات انا افضل انه يكون تواصل عن طريق الايميل لانه عن طريق الايميل بدر اني رد على تزائلات كان عن اي شي بتكون يا عن هذا الدرس او عن اي شي بخص الطبخ او بخص القوانين بفرنسا بتمنى ان تكون عجبكم الفيديو اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ضروري تفعلوا زر الجرس اذا حابب انه يصلكم كل شي اول باول وتديروا باكم على حالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته